أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا استعرض خلاله نعكاسات التدابير الحكومية حول العالم لتخفيف أثار ارتفاع الطاقة وأشار التقرير إلى أن زيادات الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية أثارت التساؤل عن مدى قدرة الأسر بدول العالم على تخفيض استهلاكها للتكيف مع تلك الزيادات وأشار مركز المعلومات إلى التدابير التي اتخذتها الحكومات لحماية الأسر والشركات والاقتصاديات من ارتفاع أسعار الطاقة حيث قدمت العديد من الحكومات في الدول المتقدمة الكثير من حزم الدعم النقدي وغير النقدي أم بالنسبة للدول النشئة والنمية فقد تمثل الدعم على هيئة تخفيضات في نسب درائب الاستهلاك